الحديث عن تأمين المراكز الانتخابية والاستعداد لحماية آلية سير تلك العملية لم يغب عن أولويات جهة الأمنية في واسط سيما وأن قيادة شرطتها تنفرد بإدارة ملفها الأمني كقيادة للعمليات مؤكدة وضعها للخطط الأصيلة والبديلة هل حدوث أي طارق؟ قيادة شرطة واسط بصفتها مسؤولة عن جميع القطاعات العاملة ضمن المحافظة عدت خطة أمنية لحماية مراكز الاقتراع البالغة 305 مركز الاقتراع موزعة في عموم محافظة واسط ضمنت خطتنا قوة احتياطية للتدخل في حالة وجود أي تهديد لا سمح الله الخطة اشتركت بيها جميع القطاعات من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع اللي موجودة ضمن محافظة واسط هناك توجيهات من اللجنة الأمنية العليا بوضع قوة احتياط مستوى فوج ضمن كل دائرة انتخابية وأيضا بخطتنا هذه وضعنا قوة احتياط لكل دائرة انتخابية من الدوائر الانتخابي الثلاث بمستوى فوج وتستعد مفوضية الانتخابات في واسط كباقي المحافظات العراقية لإجراء الانتخابات النيابية بثلاث دوائر انتخابية وأكثر من ثلاثمائة مركز في وقت يؤكد مراقبون أن تحديات كبيرة تواجه عمل الجانب الإداري والأمنية في الأيام القادمة يوم تم اختبار الأجهزة لاستعداد الإجراء المحاكات الثانية في يوم 23-8 وكذلك تم فحص الأجهزة والاستمارات وتدقيقها 305 مركز اقتراع في عموم محافظة واسط تم وضع خطط لحماية تلك المراكز بالتعاون مع قيادة شرطة واسط في ظل أجواء الانتخابات البرلمانية القادمة هناك تحدي كبير للجهات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الانتخابات البرلمانية وأيضا هناك تحدي كبير للجهات المعنية من أجل ضمان نزاهة وانسيابية إجراء الانتخابات المبكرة الانتخابات القادمة ستجري في أجواء ومناخ مشحون سياسيا وأمنيا فالكل يضع على عاتق الأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات أن تأخذ دورها في ضمان سلامة الانتخابات ونزاهة الانتخابات وبحسب القادة الأمنيين فأن الخطط التي وضعت من قبل الجهات المركزية والتي قد يتم تغييرها في أي لحظة ستكون مرنة مع مراعاة للتحديات الكبيرة المتوقع أن تشهدها الانتخابات النيابية القادمة من مدينة الكوتة علي محمد قناة دجلا اشتركوا في القناة